P40, P40 Pro and P40 Pro Plus أعلنت أواوي عن الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الرائدة من عائلة P وجاءت بثلاثة إصدارات هذه المرة P40 و P40 Pro والعنصر الجديد P40 Pro Plus اليوم سنصل التضوء على هاتف P40 Pro Plus الجهاز الأقوى بين الإصدارات حيث وضعت أواوي كل مقاوماتها التقنية في الهاتف الجديد مراجعة سريعة نبدأ بالتصميم الجهاز جاء مغطا بالزجاج من الأمام مع هيكل وإطار من السيراميك تشغل الشاشة معظم واجهة الهاتف بحواف شبهم عدمة لا يتجاوز سمكها 3 ملي متر مع ثقب طويل أعلى اليسار يحتوي الكاميرا الأمامية ومستشعرات التعرف على الوجه وتأتي الشاشة منحنية بشكل طفيف من كل الجوانب باستثناء الزوايا أطلقت عليها أواوي اسم Quad Corp Overflow Display أما من الخلف فقد اعتمدت أواوي تصميما جديدا للكاميرات يشبه كثيرا تصميم سامسونج مع أجهزة S20 فقد جاءت داخل إطار مستطيل أعلى اليسار ويأتي ببروز كبير عن ظهر الجهاز تتواجد على يمين الهاتف أزرر التحكم بالصوت رفقة زر التشغيل وعلى يساره منفذ تركيب شريحة الاتصال والذاكرة الخارجية من الأسفل يضم السماعات الخارجية ومنفذ USB ولا يتضمن الجهاز مدخل 3.5 مليمتر لتوصيل السماعات من الأعلى يضم مستشعر أنفراريد ويدعم الهاتف خاصية مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 الأبعاد جاءت على النحو التالي الطول 15.82 سنتيمتر العرض 7.26 سنتيمتر والسمك 9 مليمتر الجهاز يزن حوالي 226 جراما الشاشة من نوع OLED بحجم 6.58 إنش ودقة Quad HD بلس بأبعاد سينمائية 19.8 إلى 9 وكثافة بيكسلات 441 بيكسل للإنش الواحد وتدعم الـ HDR وجاءت الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز لأول مرة في هواتف أواوي وهذا ما يمنح تجربة أكثر سلاسة أثناء الاستخدام المعالج كيرين 990 5G 8 نوا قائم على معمارية 7 نانومتر بلس بتردد يصل إلى 2.86 جيجا هرتز مع معالج ذكاء اصطناعي مدمج ويأتي مرفقا مع معالج رسوميات مالي G76 الجهاز يأتي بسعة رام 8 جيجا بايت وذكر التخزين داخلية 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.0 ويدعم إضافة ذاكرة تخزين خارجية حتى سعة 256 جيجا بايت من نوع NM الخاصة بأواوي أو تركيب شريحة اتصال إضافية يعتبر هاتف P40 Pro Plus رفقة شقيقيه الأول من نوعه الذي يحصل على معيار شبكة الواي فاي الجديدة واي فاي 6 بلس والتي تمنح سرعة نقل بيانات أعلى من الجيل السابق كما يدعم إصدار بلوتوث 5.1 ومدخل USB من نوع C إصدار 3.1 الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم أيضا تثبيت تشريحة اتصال إلكترونية ياتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة واوي الأحدث EMUI 10.1 وطورت الشركة نظام التفاعل مع الجهاز بالإيماءات وذكرت الشركة أنها طورت حزمة خدماتها البديلة عن خدمات جوجل بعد الحظر الأمريكي العام الماضي كما أطلقت الشركة مساعدها الصوتية الخاص باسم سيليا بالإضافة إلى عدة خدمات برمجية أخرى مثل واوي شير التي تسمح بمشاركة الملفات بين منتجات الشركة كما تحدثت عن تطور متجرها الخاص App Gallery ورحبت بالمطورين الذين يرغبون بإضافة تطبيقاتهم للمتجر كما أشارت إلى تطوير ميزة المهام المتعددة التي أصبحت تعمل بشكل أسهل وأكثر فعالية يوفر P40 Pro Plus بصمة ضوئية مدمجة في الشاشة تعمل بشكل أسرع من الجيل السابق بنسبة 30% وتحتل مساحة أكبر من الشاشة يحتوي الجهاز على حسسات التعرف على الوجه مدمجة بالكاميرا الأمامية كما يدعم ميزة NFC وسماعات السيريو الكاميرا تأتي خماسية العدسات من شركة لايكا العدسة الأساسية بزاوية عريضة بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 وجاءت بأكبر حجم حساس متوفر بالسوق بلغ 1 على 1.26 إنش أطلقت عليه الشركة Ultra Vision Sensor وهو قادر على امتصاص الضوء بشكل أكبر من السابق وإعطاء تفاصيل أكبر في الوضع الليلي العدسة الثانية واسعة جدا Ultra Wide بدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 وحجم حساس كبير أيضا يبلغ 1 على 1.54 العدستان الثالثة والرابعة تيلي فوتو مخصصتان لتقريب واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل لتقريب البصري 3 مرات وتأتي بفتحة عدسة 2.4 والأخرى بيروسكوب للتقريب البصري حتى 10 مرات وتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 4.4 وتمنح قدرة تقريب هجين حتى 20 مرة وتقريب رقمي حتى 100 مرة أما العدسة الخامسة فهي عبارة عن مستشعر ثلاثي الأبعاد لقياس العمق الكاميرات الأساسية تدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري مدمجا أيضا بالتثبيت الإلكتروني من خلال استغلال الإمكانيات الذكاء الاصطناعية للمعالج وتدعم الكاميرات أيضا البعد الديناميكي العالي HDR يمكن للهاتف تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بتردد 60 إطار في الثانية كما يمكن أيضا تصوير مقاطع بطيئة جدا بتردد 7680 إطار في الثانية بدقة HD كما شاهدنا في هاتف Mate 30 Pro الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 ويمرفق بمستشعر قياس للعمق ثلاثي الأبعاد يستخدم حساس Infrared وتدعم التركيز التلقائي وتستطيع تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بتردد 60 إطار في الثانية أيضا البطارية جاءت بسعة 4200 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة وتدعم الشحن السريع بقدرة 40 وط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة تصل إلى 40 وط أيضا وهي سرعة كبيرة جدا للشحن اللاسلكي لم نشاهدها من قبل وإدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي في الجانب الآخر يأتي هاتف P40 Pro مشابها جدا لهاتف P40 Pro Plus من حيث الشكل والإمكانيات لكن بظهر زجاجي بدلا من السيراميك وإطار معدني بالإضافة إلى أربع عدسات للكاميرا وساعة تخزين 256 جيجا بايت سيتوفر هاتف P40 Pro Plus بألوان السيراميك الأسود والأبيض والسعر يبدأ من 1400 يورو أي ما يعادل 1540 دولارا أمريكيا وسيتوفر بدءا من شهر يونيو القادم أما هاتف P40 Pro فسيتوفر بخمسة ألوان الأسود والفضي والذهبي والأزرق الثلجي والأزرق الداكن وجاء بسعر 1000 يورو أي 1100 دولار وسيتواجد بدءا من السابع من إبريل القادم إلا أن هذه الأسعار موجهة للسوق الأوروبي ونأمل أن تتوفر الهواتف في الأسواق العربية بأسعار أقل ما رأيكم بما قدمته أواوي في هواتفها الجديدة؟ وهل تستحق هذه الأسعار؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر